أكثر فيها حسب الدراسات وهي أكيد الكل يتفق عليها هي النساء لأن تعرف يعني بغض النظر أنهم كونهم قد يكونوا معدهم الوقت لكن أكثر الفئات اللي تدفع وتستهلك عبر الانترنت هم النساء حسب الدراسات لألفين آخر دراسات حتى تخلص فلوس الرجال هو بالشغول ويجيب بالتوصيل جاء نطلق لكن الحاجة وأيضا المنتجات اللي ده تطلع أو التجارات بالتجارة الإلكترونية اللي ده تطلع غالبا هي تستهدف النساء احنا بالأساس بالتسوق حملة التسويق أكو استهداف للنساء أكثر مو فقط لأن هم المستهدفين وإنما الحاجة اللي موجودة أنت سابقا إذا ترجع على التسوق التقليدي اللي هو ننزل للمحلات والمولات ترح تشوف أكثر الأسواق اللي موجودة هي موجودة تستهدف النساء غالبا الرجال هم موجودين لكن هم الفئة اللي أقل صرفا هستتجي على صاحب القرار الشرائي هي صح المرأة بس اللي ده يصرف الرجل فهو أيضا مستهدف بشكل أو بآخر